مباراة فارق مبارح هدف اتحسب تسلل واعتقد يعني لو التقنية الحديثة موجودة بالعكلة موجود في التقنية الموجودة حاليا اكيد الكرة دي مش تسلل ضرب الجزاء اصل الحجة ان الكاميرا مش موضحة اصل الحجة ان برونو سافيو نطع عشان ما يتعورش يعني انت عايزه يتعور يعني عايز يجلو صليب عشان ياخد ضرب الجزاء يعني انا مش قادر افهم برضو التحليل الجزئية دي بتبقى ازاي فقادي تلات مباريات المحلة فيوتشار فارقه تلات مباريات الحمد لله كسبنا منهم مبارتين بس في مباراة منهم فقدنا نقطتين فالقالي بتعرض له ظلم تحكيمي ولكن عشان في اسكريبت فالامر انبالح كان كوميدي قالك القالي كسب بضرب الجزاء فين يعمل حج ضربة الجزاء ما فيش ضربة الجزاء فين ضربة الجزاء اهو بنتفرج على الماتش دي ضربة جزاء دي ايه دي دي تحسبت ايه لا دي جات جون يعني ما كانش فيها ضربة الجزاء طيب واتلغت يعني الكرة دي تلغت على فكرة والخطوط اللي بتترسم دي ده كلام فاضي على فكرة الخطوط اللي بتترسم دي فيها كلام كتير يتقال يعني اعتقد الاتحاد الافريقي الفترة الجالة ما يدخل بتقنية الفي ار في مباراة دور التمانية اللي هيحصل في الدور المصر ده هيبقى عك لازم الناس تغير لازم الناس تطور مش معقولة الدور المصر الغيئة اللحظة دي شغال بالتقنية اللي قدامكو دي انا انا مش شايف يعني الكتف كتف فين يعني فين الكتف اللي نزع على الخط الاحمر معنا شايف الراجل على نفس الخط الراجل على نفس الخط ايه الكتف بقى ايه ايه التشيرتي ده ممكن الكم واسع شوية مثلا og una hica وبعدين كريم فؤاد احنا عارفين كريم فؤاد رفايع ممكن الكم يكون واسع شوية فحتة التشيرت الفاضية دي هي اللي غلطي التتسلول يعني فقادي كورة هي شوفوا التحكيم بيتعامل مع الاهل ازاي بيحسب الملي متر شوفوا الملي متر الهدف التاني اللي جابوا الاهل مبارح ففرقه في الديئة 97 الفار بيدخل وبيعمل خطوط تسلل وهمية انا عمري ما تخيلت ان فيه ناس بيدفهم في التحكيم تعمل خطوط مبارح بالشكل ده في الهدف التاني يعمل قرى سابقة يعني القرى سابقة محمد شريف خط ايه اللي تتعمله انتوا يا جماعة ايه المحاضرات اللي بتتقلقوا من لجمة الحكام التطوير اللي بيحصل من لجمة الحكام بصوا الكرة دي الكرة سابقة محمد شريف خط تسلل ايه اللي ترسمه على الشاشة بس عشان الحاجات دي واضحة جدا لكل الناس فيعلام المنافس دايما عايز يقدم دحك فيطلع يقولك ايه ده كسب بضرب الجزاء هي دي ضرب الجزاء ولا دي ضربة رأس يعني ضربة رأس اعتقد مميزة ايه قولي بقى الخطوط دي ايه يعني الكرة سابقة محمد شريف انت بترسم ايه يا فاندب يعني انت بترسم ايه مع احترام الكامل للكابتن مصطفى متحد تالت مباراة للأهلي دايما عامل فيها اخطاء تحكمية نفسي افهم يعني انتوا يا جماعة لما بتجيبوا حكام دوليين في مباراة للأهلي ليه بتحرجوا حكام الساحة وبتجيوا معهم حكام صغيرين ما عندهمش خبرة المباراة ليه دايما بيبقى فيه كمين كده محطوط فيه الطاقم التحكيمي اللي بيدير اي مباراة للأهلي ما دي الحقيقة اللي لازم تتقالع على فكرة سبكم الناس اللي بتقدم ضحك وتقول لك ضربك جزاق خلاص الموضوع اتكشف ترجمة نانسي قنقر